وهذه عودة معكم مرات أخرى مشاهدين الكرام وصلنا معكم لفقرة الأبراج الفلكية ومستني كل اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم حول موليد أبراجكم على التليفونات الظهرة أسفل الشاشة وكمان تابعوا صفحة بتاعة حياتي مع طارق السعود اللي هي على الفيسبوك عشان حكونوا معكم وبردوا على كل أسئلتكم وعلى كل الرسائل والمسجات اللي بتجيين هناك فالنهاردة بس هنتكلم في موضوع الشوية اللي كنا نتكلم فيه قبل كده وهو موضوع الخوف فحنشوف أكتر الأبراج اللي ممكن تخاف وأكتر الأبراج اللي عندها أقدام وشجاعة واندفاع هي أي الأبراج النارية اللي هي الحمل والقوس والأسد من أبراج اللي عندها اندفاع وأقدام وشجاعة أكتر إلى حد ما بتكون شوية عدوانية في بعض الأحيان وبتكون بتهور كمان شوية الأبراج الترابية مش بتخاف ولكن برضو مش مندفعة عقلانية شوية أكتر اللي هي التور والعزراء والجدي بيحسبوا خطواتهم كويس جداً ما بيكونوش مندفعين جداً بس يعني في وقت هم مش بيخافوا الأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والدلو والميزان الأبراج دي اجتماعية جداً وقوتها من الحالة الاجتماعية أو الناس اللي موجودين حواليهم الأبراج المائية اللي هي السرطان والحوت والعقرب دي الأبراج اللي شوية تكون حساسة وعاطفية ورومانسية شوية فبيتكون عندها شوية خوف وقلق من المجهول خوف من الفقدان خوف من الزكريات الحاجات دي ممكن تؤثر فيهم شوية فبنشوفهم شوية من النوع اللي مش يعني اللي مش جبانة لكن برضو بتخاف شوية مش عارف عندنا اتصال أسامة من البحيرة صباح الخير يا أسامة إزاك يا فندم عاملية أهلا وسهلا بيك تفضل يا فندم فندم دلوقتي حضرتك إحنا السؤال طبعا مفروض أسهل عن البراج وكده بس هنا ليه سؤال لأن احنا في أزمة وحضرتك كلنا لازم أن نحط يدينا في أزم بعضا تمام تمام أنا دلوقتي فندم شغالين باليومية والوزير طلع وقال تروحوا تسجلوا أسامةهم في القوى العملة تمام معلش أنا موضوعي بعيد عن الحلقة فضل فضل اسمعك فضل فضل موضوعنا موضوع حياتي وبيقنا معلش مش عارفين نوكله أعياني روحنا نسجلوا أسامينا في القوى العملة قالوا لنا اطلعوا على الشغون والتضامن الاجتماعي طلعنا على التضامن قالوا لنا مفيش حاجة أكلنا بإسم كده وفي القوى العملة بيقول لك لازم المجاول يجيب كشف بأساميكم طبعا المجاول اللي احنا كنا شغالين معاه عمره ما حيرضى يقول هيقول الدولة كانوا شغالين معاي وإحنا دلوقتي يا فندم اللي عنا اللي طالع الخلصومي الجيني اقصم بالله بيوتنا ما فيها لجمة ناكلوها وإحنا مع الدولة كلنا وكلنا واقفين وراها عشان المرض تمام أكيد بس إحنا باليومية شغالين اليوم اللي ما ملجوهوش ممنعرفوش نصرف وطبعا بيطلع فنانين وبيطلعوا لعبة كورا ومتكفلوا بقصة وإحنا مش شايفين حاجة من دي الدولة الوحدها مش عساعد في كل ده نازم كل يتكتف مع بعضه وإحنا منروح الوزارات بيقرشونا تمام وإحنا مش عارفين نعمل وإحنا دخالك نعرف الموضوع بيطعم الحلقة ولا يهمك لا بالعكس ولا يهمك شكرا وأكيد حنوصل صوتك مرسي يا أستاذ أسامة من البحيرة طبعا أكيد احنا كنا متضمنين مع الناس والناس كلها دلوقتي في حالة تكافل مع بعضيها وحالة تعاون وأنا اسمعت وأنا في السكة للقناة أنه فيه رقم خاص مخصص من وزارة التضامن الرقم ده لو حدوروه على الجوجل أو على المواقع الموجودة حتلاقوه ممكن تتصلبي مباشرة بالوزارة وهي حتقوم بكل حاجة أحنا فيه عندنا اتصال آخر ألو ألو صباحا فيه صباحا نور فضلي حضرتك الدكتور فضلي لو سمحت حالك أنا عندي الدنيا مسحل وقرص فهذا حالك تقولي كل حاجة عن برجي أنا عشر اتنشر تسعة وخمسين تمام شكرا أن تصالك مرسي عشر اتنشر تسعة وخمسين من موليد برج القوس الناري الفترة الثانية أرقام الحظة هنا هتكون عندك واحد وثلاثة وستة وتكون شخصية يعني عندك قيادة شوية وشخصية عندك نوع من الطموح في الحياة وشخصية بتحب السفر لكن بصورة عامة موليد برج القوس الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية شوية عندهم مشاكل على الصعيد العاطفي والاجتماعي بصورة عامة والمشاكل دي بتهدت تقريبا من مشارة عشر أو يعني اللي فات اللي هو في السنة اللي فاتت واستمرت معاهم لغاية الفترة دي لكن ممكن تكون فرص كويسة اعتبارا من الأسبوع ده والأسابيع اللي جاية إن شاء الله تكون فترة كويسة جدا في سبيل التصالح لو في مشاكل يعني في العيلة وإن شاء الله فيه عندك فرص كويسة حتكون في الشهر السادس من السنة دي وكمان في الشهر الثامن فيه عندي اتصال آخر ايمان تفضلي ايمان صباح الخير اي زارفة من الصحة تفضلي اي زارفة من الصحة 37 و85 37 و85 37 و85 85 85 عن الصحة تمام شكرا يا ايمان 37 و85 من مواليد بورج الأسد الناري الفترة الأولى أرقام الحظة هنا هتكون عندك واحد وثلاثة وتكون شخصية شوية مندفعة وعصبية أكثر من باقي مواليد بورج الأسد الناري بالنسبة للصحة نقطة ضعف بورج الأسد هي الجهاز الدورة الدموية والقلب والشرايين ومنطقة أسفل الضهر والكلة ممكن تكون عندك مشاكل في العضاء دول لكن إن شاء الله ممكن تكون عندك فرص كويسة إن شاء الله الفترة دي مهمة جدا اعتبارا من النهاردة أو من النبارح مع دخول الشمس لبرج الحمل الناري في 21 مارس اللي فات هتكون عندنا فرصة كويسة جدا بالنسبة للأسد وكما راح تكون فرص كويسة بالنسبة للصحة بالنسبة للأسد إن شاء الله في الشهر الخامس والسادس من السنة دي طيب في عندي اتصال آخر معانا علي علي صباح الخير صباح نور ربس فضل حبيبي صباح نور صباح فول ربس فضل مولد 11.2.67 مولد 11.2.67 تمام أريد نعرف ربس لأسد ما حاضر حاضر علي مولد 11.2.67 من مولد بورج الدلو الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة هنا أرقام الحظة عندك 2 و 4 و 8 مع اسمك اللي هو اسمه علي برضو الرقم بتاعه 2 وأنت مولد يوم 11 واحد زائد واحد يساوي 2 فأنت من الأشخاص الحساسين جدا عطفيين جدا متعلقين بالأسرة متعلقين بالأم متعلقين بالأطفال بشكل كبير جدا و كمان من الشخصيات اللي عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة من الشخصيات اللي عندك ابتكارات واختراعات من الشخصيات الزكية جدا و محلل الأمور بقالك سنتين ونص أو تلس تنين أمورك بصورة عامة يعني كلها متلقبطة ماديا اجتماعيا في الشغل في السفر في المشاريع في الحاجات دي كلها لكن امبارح اول امبارح تاخل كوكب زحل لموليد برج الدلو و هيفضل سنتين وشوية ده حيحسن من حالات كتير حيفرض عليك مسؤوليات أكبر لكن حيحسن من حالات أكبر ان شاء الله على الصعيد الاجتماعي و المادي خصوصا في الفترة اللي جاية عندك فرص كويسة ان شاء الله بالنسبة للأمور المادية في شهر أربعة و خمسة من السنة دي و كمان في الشهر العشر من السنة دي في عندي اتصال آخر هدى صباح الخير يا هدى صباح النور زكي دكتور اهلا وسهلا بك تفضلي يا فدى احنا عاوز نشوف البرج بتاعي تفضلي مواليد مواليد 25-83-85 تمام عندك سؤال محض ولا معلومات عامة يعني الحياة العامة معلومات عامة تمام شكرا يا هدى 25-83-85 بعد يوم و يومين عادي نادك من كل سنوان طيبة و مقدما من مواليد برج الحمل الناري الفترة الاولى ارقام الحظ بالنسبة لك هنا هتكون واحد و سبعة انت من الشخصيات اللي عندك حدث بتحسي بالاشياء قبل ما تحدث او بتحلامي فيها بتجيلك احلام بعد فترة من الشخصيات المندفعة شوية عصبية شوية من الشخصيات الكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية ومصرفة من الناحية المادية شوية ما بتعرفش تحويش فلوس عندك فرص كويسة ان شاء الله اعتبارا من اول مبارح يوم واحد و عشرين مارس لغاية يوم عشرين اربعة اللي جاي حتكون عندك فرص كويسة على كافة المجالات ان شاء الله وحتكون عندك فرص كويسة برضو من الناحية العاطفية من الناحية الاجتماعية من الناحية المادية في الشهر السادس والسابع من السنة دي اعتقد فيه عندي اتصال اخر برضو ام هدى ايوة الو تفضلي يا صباح الخير ام هدى صباح النور يا أستاذ اللي يبرك لك اهلا وسلم بيك تفضلي يا فندي لو سمحت بنتي موليد عشرة تمانية تشعة وتشعين مالها عايزين لشوف الحظ يعني شوية الامور متعسرة معاها متعسرة معاها من اي ناحية ناحية الضرافة والحياة الشخصية الحياة الشخصية تمام ماشي طب دقيقة بس ابني فضلي اربعة وعشرين ستة تمام واحد تسعين واحد تسعين تمام ماشي حاضر ده معلومات عامة حاضر ام هدى تسأل عن بنتها عشرة تمانية تسعة وتسعين من موليد بورج الأسد الناري الفترة التانية ارقام الحظ هنا واحد وواحد وستة وتكون شخصية شوية قيادية وشخصية شوية حزمة مندفعة عصبية يعني الى حد ما بتكون عدوانية في تعاملها في البيت عندهم مشاكل موليد بورج الأسد عندهم مشاكل من ناحية العاطفية من ناحية الشخصية من ناحية الزوجية يعني الفترة دي مش كويسة للاحتكاك الزايد مش كويسة للتصدم مش كويسة للوم يعني نحاول نعدي شوية نعدي الفترة دي لغاية بعد حوالي اسبوعين ثلاثة او شهر ونبتدي نتكلم في المواضيع او المشاكل بتاعتنا عشان الفترة دي هي فقلاً فيها نوع من اللخبطة 24-6-91 من موليد بورج السرطان المائي الفترة الأولى أرقام الحظة هنا هتكون بالنسبة لابنة حضرتك 2-6-7 هتكون شخصية رومانسية حالمة عاطفية جداً ميالة للأمور الفنية والجمالية بيحب الرسم بيحب المزيكة بيحب الطبخ وكمان بتكون شخصية كمان عنيدة ومترددة في اتخاذ القرارة يعني بشكل كبير متعلق بالأم ومتعلق بالأمور العائلية والمنزلية متعلق بالذكريات عندهم فرص كويسة إن شاء الله الفترة اللي جاية على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الشغل والأمور المادية هتكون فرص ذهبية من 24-25 وكمان على الصعيد الاجتماعي والحياة يعني بصورة عامة من 21-6 لغاية يوم 23-7 في عندي تصوى الآخر من سماح سفضلي يا سماح صباح الخير صباح النور يا أستاذ سفضلي أنا 9-7-6-6 نعيز أعرف عن الحياة الزوجية حاضر 9-7-6-6 يا سماح من مواليد بورج السرطان المائي الفترة الثانية هنا أرقام الحظ بتاعتك هتكون 2-7-9 وحتكون الشخصية شوية مندافعة أكتر من باقي مواليد بورج السرطان المائي هتكون شخصية شوية عصبية أكتر وتكون شخصية برضو قريبة مع الناس وشخصية حساسة ومتقلبة للمزاج يعني مزاجية شوية مودي عندك إن شاء الله فرص كويسة بالنسبة للحالة العطفية والزوجية والاجتماعية هتكون في يعني ما بين 20-4 لغاية 20-5 حاليا الأمور إن شاء الله هتكون كويسة بس حاليا شوية في نوع من الاحتكاك لكن إن شاء الله هتكون أمور كويسة إن شاء الله من 20-4 لغاية يوم 20-5 في فرص كويسة جدا للتصالح في فرص كويسة يعني تمام في عندي اتصال نبيلة ألو نبيلة صباح الخير أي صباح النور فضل يا فندم مواليد 4-7-9 تمام ابني عايزة عرف كل حاجة حاضر حاضر مدام نبيلة 4-7-90 ابنها من مواليد بورج السرطان المائي الفترة الثانية أرقام الحظة هنا هتكون 2-4-7 الشخصية دي شخصية حساسة جدا مزاجية متقلبة وشخصية مترددة شوية في اتخاذ القرارات الشخصية دي يعني لها مفاجآت كتيرة قوي في الحياة وكمان شخصية بتكون متعلقة بالأمور المنزلية والعائلية والذكريات بشكل كبير وشخصية فنية محبة للفن كمان لكن عندهم بعض الضغوط النفسية والعصبية الفترة تقريبا بقالهم حوالي شهر نصف أو شهرين مولد مولد سلطان عندهم شوية نوع من الضغوط العصبية والنفسية يعني بسبب الشغل الأمور المادية الحالة الزوجية الأصحاب الأصدقاء إن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون فترة كويسة جدا وخصوصا ما بين 24 و 25 وكمان 21 و 26 و 27 اللي جاي طيب في عندي تصال من أمل صباح الخير يا أمل أمل دي ريتلو تصويت التربزيون تسمعيني من خلال التليفون صباح الخير هلو مين اللي بيصدق بعيد ده أمل معانا هدى ألو يا هدى تفضلي صباح الخير سبحان نور 10-83 تمام ومعايا بنتي 28-12 2001 أنا تعرف كل حاجة عني حاضر هدى 10-83 من مواليد بورج الحوت المائي الفترة التانية هنا أرقام الحظة ستكون 1-2-3-7 وتكون شخصية مخلصة جدا في الحياة شخصية يعني عاطفية جدا رومانسية جدا حالمة جدا بس شخصية عندي بنفس الوقت وشخصية لما تدايق من حاجة بتنزوي وتختفي بعيدا عن الناس لفترة طويلة من الزمن عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأمور المادية وشغل الفترة دي من 21-3 لغاية 21-4 أو لغاية 24-4 من 24-4 لغاية 25 ستكون فرص مناسبة جدا بالنسبة للسفرات القصيرة خارج المدينة 28-12 2001 من مواليد بورج الجدي الترابي الفترة الأولى أرقام الحظة ستكون 1-8 تكون شخصية قيادية جدا شخصية عنيدة جدا شخصية معتدة بنفسها جدا وشخصية كمان طموحة جدا وكمان تكون شخصية برضو من النوع اللي هي عندها حالة الملكية أبا مما بين الحين والحين الآخر ومن شخصية المتحملة المسؤولية عندهم فرص كويسة إن شاء الله في شهر أربعة وفي شهر سبعة وفي شهر عشرة من السنة دي ناخذ اتصال آخر أمل أمل صباح الخير يا أمل أمل ما عندهاش حظ النهاردة يريد تكون عندك أمل واتكلمين تاني عندها يصال آخر ألو سلام عليكم عليكم سلام فضلي أولادي ابني كبير 12-12 تمام تمام والصغير 36-87 تمام وأنا 19-7 أي سنة 57 تمام محاضر بنعليه لتلين 12-12-84 من مواليد بورد القوس الناري الفترة الثالثة أرقام الحظ الثلاثة ودي الشخصية بتكون محبة للسفر ودايما بتهاجر بعيد عن مكان وطنها وتكون شخصية برضو طموحة جدا في الحياة وشخصية عندها حظ شوية من الأمور المادية والعاطفية لكن دلوقتي أو بقالهم حوالي أربع خمس شهور الأمور متلخبطة معهم شوية إن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون أحسن خصوصا في فترة دي من 21-3 لغاية 24 وكمان من 21 من 21-5 لغاية 21-6 3-6 1987 من مواليد بورج الجوزاء الهوائي الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون 3-4-5 وتكون شخصية برضو اجتماعية جدا محبة للحياة وشخصية برضو مزاجية ومتقلبة كتير عندهم فرص كويسة إن شاء الله في شهر الستة السنة دي 19-7 57 من مواليد بورج السرطان المائية الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظ هنا هتكون 1 و 2 و 7 تكون شخصية رومانسية جدا وعاطفية ومحبة للحياة الأسرية والبيل متعلقة بأولادها بشكل كبير وتكون شخصية برضو مترددة ومتقلبة في اتخاذ القرارات عندكم فرص كويسة إن شاء الله على كافة المجالات من 20-4 لغاية 20-5 اللي جاي في اتصال آخر من علي تفضل يا علي أهلا وسهلا بيك تفضل يا فني لكل اللي قلتم صح بس أنا معايا أحمد ابني 26-9-2001 تمام ومحبة محمد 19-11-1995 تمام شكرا جزيلا يا علي برسلية الصالك 26-9-2001 من مواليد بورغ الميزان الهوائي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون 2 و 6 و 8 الشخصية دي عندها مشاكل في الحياة الشخصية دي ما بتحصلش على الأشياء بسهولة إلا بعد قهد كبير وكمان الشخصية دي برضو متحملة للمسؤولية بتحس عندها حسة مسؤولية عالية كمان الشخصية دي مترددة في التخصيص القرارات لكن الشخصية رومانسية ودبنسية في التعامل جدا عندهم فرص كويسة إن شاء الله السنة دي يخصون في شهر ستة تصدر عندنا 11-1995 من مواليد بورغ القوس الناري الفترة عفوا الفترة الثالثة أرقام الحظة هنا هتكون واحد وتمانية وتسعة وتكون شخصية قيادية جدا تكون شخصية كتومة جدا وشخصية طموحة جدا وعندها قدرة عالية على التصميم بس شخصية شوية انتقامية عندها حس انتقام شوية عندهم فرص كويسة إن شاء الله في شهر 4 و 5 اللي جايين وكمان في شهر 7 من السباة دي في عندي اتصال آخر من آية صباح الخير يا آية صباح النور فضال يا فاندن أنا ستة ستة عالش تسعمائة تسعة وتسعين تمام وابني كالاتين تناصر الفين تسعتاش ماشي شكرا يا آية ستة ستة تسعة وتسعين من مواليد بورج الجوزاء الهوائي الفترة التانية وأرقام الحظ هنا هتكون واحد وستة الشخصية اللي عندها ميول فنية وشخصية زكية جدا في التعامل مع الناس وشخصية عنها فجأة كثيرة أوي في الحياة تلاتين اتناشر الفين ونسا تسعين من مواليد بورج الجدي الترابي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون تلاتة وحتكون تمانية وتكون شخصية عندها الحظ والجهد المتوازنين في الحياة يعني لا محظوظين أوي ولا بيزل الجهد أوي في حياتهم إن شاء الله عندهم فرص كويسة من ناحية الصحية إن شاء الله عندهم فرص كويسة في الشهر أربعة وخمسة من السنة دي في عندي ما شاء الله لنتهي رضا اتصالات مكسفة جدا مش عايز أحسد البرنامج لكن عندنا اتصالات كتير قوي اتصال آخر مريان ريان عفوا أهلا وسهل فضل كتعتها برد فضل تاريخ بتاع فشهادة مكتوب 1-993 9-9 آه 1-993 1-993 1-993 آه اللي هو إيده التاريخ الميلاد تمام اللي هو إيده دي السنة آه تاريخ الميلاد الشهر واليوم الشهر 11-12 الشهر 2 11-12-1999 آه 11-12 شكرا جزيلا انت صالك حبيبي ريان شكرا جزيلا من موليد بورج الدلو الهوائي الفترة الثالثة أرقام الحاظزة هنا هتكون 2 و 6 و 8 تكون شخصية انت حساسة متعلقة بالأمور العاطفية والرومانسية متعلقة بالولدة في البيت متعلقة بالأمور المنزلية والعائلية كمان وتكون شخصية عندك ابتكارات واختراعات وتكون شخصية غريبة للأطوار في بعض الأحيان بتفاجئ الناس بحاجات كده مش متوقعينها منك وعندك ان شاء الله فرص كويسة الفترة دي اعتباره من 21-3 لغاية 24 على الصعيد المادي وعلى الصعيد السفريات القصيرة في عندي افصال آخر أمل لتالت مرة تفضل يا أمل ألو ألو صباح الخير صباح الخير إزاي حضرتك أهلا وسهلا بك تفضل يا فند ممكن أسأل بس حضرتك أنا عايزة بس أحمد بابوي 7-4 أي سنة أي سنة مش عارفة سنتين فروحة سنتين مش عارفة سوى 7-4 7-4 ماشي مرسي يا أمر عايزة في أموره حضرتك حاضر مرسي مرسي يا حضرتك 7-4 من مواليد بورج الحمل الناري الفترة الثانية هنا أرقام الحظة حتكون 7-9 وتكون شخصية عندها حدث بتحس بالأشياء قبل ما تحدث وتحلم فيها عندها شخصية برضو بتكون شخصية مندفعة بالحياة شخصية عصبية شوية وكريمة مع ناس من ناحية المادية والعاطفية الفترة دي فترة مناسبة جدا يعني اعتبارها من 21 مارس اللي فات أول مبارح لغاية يوم 10-4 اللي جاي ممكن الخلافات الزوجية الخلافات العاطفية الضغوط في المنزل الضغوط في الشغل الحاجات المادية ممكن تتحل في الشهر ده في عندي اتصال آخر اتصال ايوة مين معايا انا ايمان اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا بك تفضل انا اولي انا خمسة ثمانية موليد واحد وكتائين تمام عندك سوئة محاذبة لو معلومات عامة لا ما فيه لا ما فيش ماشي حاضر ما فيش ما فيش ماشي خمسة ثمانية الف تسعمية واحد وتسعين من موليد بورغ الاسد الناري الفترة التانية وارقام الحظ هنا هتكون خمسة وواحد تكون شخصية عصبية شوية اكتر من باقي موليد بورغ الاسد الناري وتكون شخصية برضو مندفعة وكلمة مع الناس من ناحية ما دي العاطفية لكن شخصية صار ما جدا في البيت يعني عندك نوع من الصرامة والجدية في التعامل في البيت وتكون شخصية برضو يعني عاطفية جدا لكن بتحاول تخبيع عاطفك عندك فرص كويسة إن شاء الله الفترة دي لغاية يوم عشرين أربعة معي آخر اتصال للأسف أميرة مع الأسف انقطع الاتصال ودلوقتي هنأمل ايه ناخد الصالة تانية ولا نختم الحلقة هنختم نختم يعني خلاص نختم طيب مشاني كرام مرسي جدا على التواصل الجميل معنا وابليز اتبعوا صفحة حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك وأنا هارد بنفسي على كل أسئلتكم وصفصتراتكم أشوفكم يوم الحد اللي جاي إن شاء الله بصحة وبطاقة إيجابية علي أكتر إن شاء الله مع السلامة